بالأمس ونحن في مقر الفيدرالية كان هناك حالة من حالات الشعور الوطني الفياض لدى الجميع ونحن كنا موجودين في قلب القاعة دا كان نتيجة الحفاوة والاحترام الواضح والبادي في أعين كل النواب المتواجدين في الفيدرالية يعني كيف دلالت هذا على دور مصر الآن في المنطقة ودلالت هذا على ما وصلت لمصر من إنجازات جعلها محط احترام الجميع شوف حضرتك يمكن ولفت انتباه مبارح لما جات رئيسة مجلس الفيدرالية مجلس الاتحاد الفيدرالي الحقيقة قبل اللقاء جات لنا كوافد صحفي وقفين وجات سلمت أصرت على إنها تيجي تسلم علينا تصافح كل واحد فينا فرض فرض وتتحدث إلينا معاربة عن مدى شعورها بالسعادة يعني احنا ما كناش الحقيقة ما رحنا لاش احنا ما رحنا لاش وما طلبناش منها هتتكلم هي مجرد معاربة إن ده الوفد الصحفي المصري جات علينا وسلمت وقالت وقفت تكلم معنا وقالت إن فيه سعادة بلغة بوجوده رئيس السيسي بينهم النهاردة كأول اللي هو مبارح يعني كأول رئيس أجنبي مش رئيس عربي ولا رئيس أفريقي كأول رئيس أجنبي ليتحدث إلى مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي وإنها سعيدة بمدى بالخطوات اللي بيقوم بيها الرئيس عفتاح السيسي في بلده وسعيدة بحجم ما وصل إليه التعاون بين البلدين هتيجي بقى تتلاقي الكلام ده ممكن أحيانا بيبقى فيه كلام بروتوكولي أستاذ نشأت كتير جدا ما بين القيادات في الدول المختلفة وقت زيارات رسمية لكن تعال لو أنت طبقت الكلام ده على العلاقات المصري الروسية هتلاقي الموضوع مش موضوع بروتوكولي ولا موضوع كلام وحفاوة في الكلام وترحيب بروتوكولي برئيس زائر لدولة لا لا خالص المسألة النهاردة اتقلبت لواقع فعلي وما تجي تشوف حجم التعاون المصري الروسي على مختلف الأسعاد زي مثلا محطة الضبع النهوية زي الألف وثلتمائة عربية نقل اللي بتصنعهم روسيا لمصر ومش كده بس لا العربية قطارات مش كده وبس لا دموافقة روسيا على نقل يعني تكنولوجيا التصنيع لمصر